بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم جميعاً في القناة في إطار تحديد من هم المعنيين بهذه الزيادة المقبلة إن شاء الله للأجور والتي هي رسمية وأكيدة وفعلية ورح نلمسوها بإذن الله سيبدأ تطبيقها يعني طبعاً مملك اللي رأيكم طبعاً تقولوا ما كانش زيادات وما شفناش وما شفنا ويلو يعني واللي رأيكم غير تهضروا فقط أنا نقول لكم يعني قلولي باللي رأيكم غير طمعي فينا والطمعي في الناس وماش يزيدونها وبناء على وعود رئيس الجمهورية اللي وعدها سابقاً وعندنا ثقة فيه كبيرة رح تتحقق بإذن الله هذه الزيادات كما قلنا قبل ورح تمس الوظيف العمومي وكل القطاع الاقتصادي والخاص رح يكون فقط اختلاف من حيث النسب أكيدة مش رح يكونوا نفس النسبة يعني كتو خمسة بناء ماشي رح تكون نفس النسبة للقطاعات كامل القطاع الخاص والقطاع الاقتصادي لكن الوظيف العمومي يعني حتكون كذلك المتعاقدين المترسمين التوقيت الكلي والجزئية رح تكون كينة زيادات طبعاً في الأوجود ورح تكون بمراحلة رح تكون بنسب أكيد لا نعلم كم هي هذه النسب لحد الساعة لكن يمكن تكون يعني في الجريدة الرسمية رح تلقوها إن شاء الله في القناة دوماً نقولكم فعل وجرس بح يصلكم كل جديد ننزلوه في القناة يا أخوة يا راكم تخلو لي أسئلة بيني أنكم يعني ما كمش مفعلي اللي الرنة على القناة عليها الفيديوهات ما يصلكمش دايماً نتكلموا في عدة مواضيع نتكلموا في منحة البطالة نتكلموا في منحة الجوزافية للتضامن نتكلموا في المعاشات نتكلموا في المعاشة المنقون نتكلموا في المعاشة المتقاعد نتكلموا على المرعة الماكيذة في البيت هذه اللي دارت حالها نتكلموا على منحة الأزر الواحد يعني منساوش تمنحة الجوزافية للتضامن والفئات نتحق يعني يتكلموا في عدة مواضيع اللي يتهمكم طبعا دوما نقولكم فعل وجارة بيوتكم كل جديد إذن كانت نسبة 47% طبعا في العهدة الأولى لرئيس الجمهورية وطبعا هذه الزيادة إن شاء الله تحتها 53% ستكون خلال العهدة رئيس الجمهورية على مراحل وأنه قال رح يضاعف الأجور اللي كانت 47% بحلول طبعا 2027 رح يزدها 53% بحلول طبعا يعني أبدأ أحسبو من سنة 2021 شحال كنت خلص بحلول 2027 رح يتولي الضعف وقالها رئيس الجمهورية أنه رح نزيد ندوبلي في صلاح يعني حنزيد الشهرية هذي كنزيدها لكم وقلت لكم رح تستمر حتى لسنة 2028 التطبيق تحها هذه الزيادة 53 بناء مهيش بالزيادة الهيينة مهيش الزيادة صغيرة رح تكون على مراحل فلازم تكون النسب على فترات وهذا نظرا لحساب خاص بالمداخل وخاص بالتضخم طبعا طبعا ميزانية الدولة والبالغ اللي خاصت لها وهذه إذن بداية الزيادات رح تبدأ من سنة 2025 إن شاء الله لكن لا نعلم الشهر واليوم متى يعني حتى صرح العزيز فايد وزير المالية أنه رح تكون هذه أكبر ميزانية منذ الاستقلال يعني هذه الميزانية يعني أكبر من ميزانية 2024 هذه اللي رأنا فيها وأكبر حتى من الميزانية 2023 وهذا رح يكون هناك جانب اجتماعي هذا الشيء صرح به طبعا وزير المالية أنه مشروع قانون المالية كان يعني الأكثر دعما للاحتياجة الطبقات الاجتماعية وكان جميع المجالات مش محصول فقط في الأجور بل حتى السكن كان العديد من الأمور تنتظر النظر فيها كالترصيم الدعم المالي والسكن وهاتين الفئتان يعني اللي هم عقود ما قبل التشغل وشبكة الاجتماعية تم إدماجهم لكن لكن هناك قرار ترصيم المنتقات كليا هذا للأسف ما كانش وهذا اللي خيب آمننا وحطم نفسيتنا يعني هذا حقيقة شيء صعيب بزاف زيادة في الأجور لشبكة الاجتماعية ليسألوني على هذا السؤال وهذه الفئة اللي يتم دمجهم يعني بتوقيت جزئي وعقود دائمة إذن هذا رح يستفادوا من الزيادات في الأهزور عمل الشبكة الاجتماعية اللي كانوا ودرك دمجهم طبعا بتوقيت جزئي وعقود دائمة هذه الفئة رح يستفادوا من الزيادات جميعهم لكن الزيادة رح تكون بالتدريج يعني مرحلة يعني عام يعني عام يعني عام بتبدأ من 2025 إن شاء الله 26 2027 وممكن نقول لكم 2220 وراح تمس طبعا رح تمس قولوا لي المنح لعلوات تخفيض الضريب رفع الأجر القاعدية وأكيد هذه لما تمس الأجر القاعدية رح يكون هناك يعني أحسن للأجور طبعا الزيادة اللي رح تكون كانت طبعا بناءا على مطالب سابقة وعود رئيس الجمهورية هي رفع العلوات والمنح ورفع الحد الأدنى المضمون رفع الحد الأدنى للأجور طبعا والمنح العائلية من حد الأجر الوحيد من حد الأطفل هذه جلها شوفوا جلها مطالب رح يرفعها هو أصلا وتصرح لها يعني بكلامه ودرت فيديوهات معاكم يعني على هذا الموضوع هي أصلا منح ضئيلة جدا ويعني منذ عندها مدة طويلة يعني ما رفعه هاش خلا الآن الأهوان باش يتم التغيير وترفع القيمة تحها وانتمنوا إن شاء الله تكون هذه الزيادات لهذه المنح اللي رح يتم رفعها تكون يعني زيادة معتبرة كذلك رفع القدرة الشرائية ورح يرفع الرئيس الجمهورية كذلك رسميا زيادة ورفع الأجور ومعاشات المتقاعدين إن شاء الله وكانت طبعا جاتني عدة أسئلة على هل أي متقاعد خرج في 1 أكتوبر 2023 له الحق في الزيادات أو أي واحد يعني خرج تقاعد من اليوم شوفوا من اليوم 1 أكتوبر حتى أحسبوا أحسبوا 18 شهر من ذاك الوقت 18 شهر بعد 18 شهر لك الحق في الاستفادة من أي زيادة استثنائية ومن أي تثمين سنوي وتثمين سنوي كان طبعا يخلي تكلمي بالنسبة لأصحاب المعاش المقول قالوا لي كثير عليها إذن تفهمنا لخرج في 1 أكتوبر يحسب 18 شهر يعني تقريب عامين تثم عام وست شهر دكار عام وست شهر أحسب من هذاك الوقت من تثم من وراها تبدأ تستفاد من زيادة استثنائية وتستفاد من تثمين وكلش إذن تكلم لي على أصحاب المعاش المقول وقال لي أتكلمي لي والله العظيم عندي فيديوهات عديدة أروحوا للقناة يا جماعة الخير تلقوا هذا كل تكلمنا عليه في فيديوهات ولأنكم للأسف يعني يمكن 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 تخلتوا جد معنا نقولكم مرحبا بكم ما لا بلكمش يعني دوما نقولكم فعل وجارة وجعوا القناة تلقوا العديد من الفيديوهات موجودة إذن هذه الفئة رميانة وفي صمت معاشهم قليل بالزاف ولازم لهم زيادة يعني تخصهم وتحفظ كارمتها وتكلمت عليها أقولكم كثير في هذه الفئة يعني خاصة طبعا المقبولين على سنة 2025 ما زالهم يعني يتقضوا منحة قدرها يعني حتى العبد يستحي بشي يقولها 300.000 وربعمائة يعني هاليوعقل رانا دخلين لعام جديد ومنزلت المنحة ضعيفة بهذا القدر نتمنى نتمنى من رئيس الجمهورية وحسن موعد أنه رح يرفع الأجور لفئات الضعيفة الدخل يكون أصحاب المعاشات المنقولة هذا بالذات معنيين بهذه الزيادات وأكيد نتمنى بما أنها منحة يتم رفع على أقل مليون ونص وتكلمنا على كثير من المواضيع طبعا دايما نطلب منكم فعل وجارة بيصلكم كل جديد كان يقول لي ما تكلمتيش ما تكلمتيش على المنحة الجزافية للتضامن لا أخي بتتكلمتها لعرى موجودة في القناة عيدة مواضيع بالنسبة لهذا الأمر وتكلمنا تاني عن ربة العائلة ورب العائلة هذا المنحة لاستحدثوا مؤخرا في منحة الجزافية للتضامن وطبعا سوف يتم تطبيق تحم خلال العام جديد إن شاء الله 2025 لأنه ما زالت في دراسة الملفات اللي وضعتوهم وبعد الشهر سوف يتم القبول وبعدها طبعا يبشرها في المكتب الخاص وتروحوا تهزوا هذه البطاقة تعكم وتبدوا إن شاء الله تهزوا المنحة تعكم يا إما من البريد يا إما من البلدية راني عارفة بأنه المنحة هذه خرجت في 2024 هذا العام لكن التتبيق التتبيق يبقى بالسنة جديدة 2025 ونتمنى إن شاء الله من حاجة وزافية للتضامن الخاصة بذوي الهمام أو المعاقين أصحاب الأمراض المزمينة المعوزين كبار السن والأرامل والمطلقات ترفع عنهم يعني من 700 حتى المليون ومن مليون ومئتين حتى زوج مدعي لأنهم هذه الفئات بحجة مثل هذا المبلغ طبعا يفرجوا بي على أرواحهم كذلك شفنا ليملي فاته قانون يحمي عفوا الاتفاقية بشأن المعاق وانتمنى إن شاء الله يكون هذا القانون في أقرب الأجيال يفرج عنه يحمي هذا المعاق طبعا وخاصة المعاق مياه بالمياه ودويه للمم وانتمنى أن الملح تحم وكما سمعنا أنه إن شاء الله رح توصل حتى 2 ملايين لكن لحد الساعة ما بنواله هذه الزيادة تبدأ تطبيقها بدخول سنة 2025 العام القاد إن شاء الله فيه مفاجآت وفيه إن شاء الله انفراجات للكل كذلك قانون الأساسي لمن سواشة الأساديد اللي رح تكون فيه رابل إن شاء الله ورح ننتظر طبعا في المفاجآت حتى يخرجوا هذا القانون بفارغ الصبر خوتنا إن شاء الله تفرج عليكم كامل وعقب القانون الأساسي للصحة وأيام فقط أو شهر فقط يفصلنا على هذا الخبر وهذا الفرح اللي رح يعم هذا القطعان وننتمنى إن شاء الله الزيواجية المنح كالناس تهزد فقط في 700.000 وحالة سيئة جدا نسمعه الزوج ما هيش قادرة كيفة يعني نعطه للزوج منحة والمرأة لا يعني رغم أنها يعني من هذه ما هي خدامة وما عندها حتى مدخول يعني فقط رجلها ما هوش خدام يعني وعنده لا سيرونس ونخص هذا الشيء اللي رجلها طبعا موحاق لازم هنا يديروا لتالني الزيواجية في المنح إذا كانت مريضة أمراض وضمنة وهو ما هوش خدام أكيد هو يحقلها من حاهية كذلك يعني هنا الكثير من المعاناة وإن شاء الله الانفراجات عن قريب يا ربي نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة دمتم في رأيك لوحفظه ما سلامك ترجمة نانسي قنقر